في اجتماع سري جداً حصل يوم 13 أغسطس سنة 1971 الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون كان مجتمع مع عدد من أهم المسؤولين في قدارته علشان ينقشوا مع بعض واحد من أهم القرارات الاقتصادية في التاريخ الحديث هو وقف العمل بالجولد ستاندرد أو قاعدة الدهب قاعدة الدهب اللي ما يعرفش منكم هي القاعدة اللي بمجابها الدولار الأمريكي كان مربوط بالدهب عند سعر محدد وأمريكا بموجب القاعدة دي كانت ملتزمة بأنها تاخد الدهب في أي وقت من أجانب وتدلهم قصاد ودهب من الاحتياط بتاعها وده وفقاً للسعر المحدد وقتها واللي كان بيعادل 35 دولار مقابل كل أقيا من الدهب المهم في الاجتماع ده وزير الخزانة الأمريكي وقتها جون كونالي قال للناس اللي قاعدة على ترابيزة الاجتماع وعلى رأسهم طبعاً الرئيس نيكسون يا محترمين النهاردة البريطانيين طلبوا مننا إننا نغطي لهم 3 مليار دولار من الاحتياط بتاعها دي تقريباً كل الدولارات اللي معاه إحنا دلوقتي أي حد يقدر في أي وقت يلبسنا في الحيط وده لأننا مكشوفين تماماً طب كونالي يقصد إيه بكلمة إحنا مكشوفين باختصار احتياطيات أمريكا من الدهب في الوقت ده كانت أقل بكتير من قيمة الدولارات الموجودة في إيد الأجانب وده معناه إن الدولار مكشوف مش متغطي بالدهب بنسبة 100% ولو حصل والأجانب طلبوا في أي وقت إنهم يبدلوا كل الدولارات اللي معاهم أو جزء كبير منها بدهب أمريكا هتلاقي نفسها في ورطة كبيرة لأن الدهب اللي معاها مش كفاية المهم واحد من ضمن الناس اللي كانت حضرة لاجتماع ده كان أرثر بيرنس رئيس مجلس الاحتياط الأمريكي وقتها بيرنس كان معارض تماماً لفكرة تخلي أمريكا عن معيار الدهب وكان شايف إن الحركة دي هيكون لها تدعيات اقتصادية سلبية خصوصاً على المستوى الدولي أثناء الاجتماع وزير الخزانة وجه الكلام لرئيس الفدرالي وقال له انت ليه خايف من إلغاء قعدة الدهب بيرنس رد عليه وقال له الحكومات الأجنبية اللي شايلة الدولار تقدر تنتقم مننا هنا كونالي رد على رئيس الفدرالي رد مفاجئ وقال له خليهم ينتقموا وكمل وقال مصم وات كان ذايدو يعني هما يقدروا يعملوا معنا إيه؟ ببساطة سيادة الوزير كان شايف إن الألمان والفرنسيين والبريطانيين واليابانيين وأي حد مع الدولارات وحيزعل من إن أمريكا مش هتاخدها منه وتدي له قصادها دهب يخبط راسه في الحيط وأعلى ما في خيل أبو يركبه وما حدش يقدر يعمل مع أمريكا حاجة بس هالكلام وزير الخزانة كان صحيح؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ يعني إيه كان رد فعل الحكومات الأجنبية على القرار الأمريكي وإيه هو مصير الدولارات اللي كانت معاهم؟ وإزاي أمريكا أصلاً وصلت للوضع اللي هي مش قادرة فيه تحافظ على تغطية الدولار بالدهب ده جزء من اللي حندردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة أنا أشرف إبراهيم بالمخبر الاقتصادي بلس في سنة 1969 الجمهوري ريتشارد نيكسون كسب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفرق 500 ألف صوت بس قدام منافسه الديمقراطي يوبرت هامفري نيكسون استلم الاقتصاد الأمريكي وهو في حالة صعبة جداً معدل التضخم في الولايات المتحدة وصل في ديسمبر 1969 لأكتر من 6% وده كان أعلى مستوى ليه من ساعة الحرب الكورية في نفس الوقت الميزانية الأمريكية عانت سنة 1970 من عجز قيمته 11 مليار دولار وده بالمقارنة مع فقط قيمته 9 مليار دولار في السنة اللي قبلها والمشكلة الأخطر بقى هي ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات بداية من سنة 1971 وخلونا نقف هنا شوية ونفهم ليه دي كانت مشكلة خطيرة بالنسبة لأمريكا ميزان المدفوعات يا جماعة هو ببساطة خلاصة أو ناتج المعاملات المالية اللي الدولة بتعملها مع الدول التانية الميزان ده مكون من مجموعة حسابات أهم اتنين فيهم هم الحساب الجاري وحساب رأس المال الحساب الجاري بيخص الجزء بتاع التبادل التجاري يعني الصادرات والواردات من السلع والخدمات ببساطة صادراتك أكتر من وارداتك يبقى أنت كده عندك فائط في الحساب الجاري وارداتك أكتر يبقى أنت عندك عجز في الحساب ده حساب رأس المال على الناحية التانية بلاقي فيه النتيجة الصافية للداخل والخارج من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والقروض وما إلى ذلك المهم أمريكا بقى من زمان جداً وتحديداً من سنة 1893 وهي عندها فائط في الميزان التجاري السلعي اللي هو أحد مكونات الحساب الجاري وده كان منطقي لأن أمريكا كانت صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وبتصدر أكتر ما بتستورت أمريكا كانت بتصنع كل شيء والعالم كله كان بيشتري منها في نهاية الحرب العالمية التانية الاقتصاد الأمريكي الواحده كان بيمثل 50% من الاقتصاد العالمي لكن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الاقتصاد العالمي ما استمرتش كتير اليابانيين والألمان والبريطانيين والفرنسيين بدأوا يقفوا على رجليهم بعد نهاية الحرب العالمية ويعيدوا بناء اقتصاداته واحدة واحدة الألمان واليابانيين بالذات بدأوا يكبروا وينفسوا الأمريكان في التجارة الدولية النمو الاقتصادي للدول دي صاحبوا تراجح حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي لـ 35% في سنة 1950 ثم لـ 27% في سنة 1969 اللي هي نفس السنة اللي دخل فيها نيكسون البيت القبي مع الوقت صادرات أمريكا للخارج بدأت إل واعتمدها على الواردات ذات ونتيجة ده هو إنه في سنة 1971 والأول مرة في القرن العشرين أمريكا عانت من عجز في ميزانها التجاري قيمته 2 مليار دولار وده طبعاً سمع في الحساب الجاري اللي هو زي ما قلنا من شوية أحد المكونين الرئيسيين لميزان المدفوعات اللي زاد الطين بلا بقى هو إن المكون التاني لميزان المدفوعات اللي هو حساب رأس المال عانى هو كمان من عجز متنامل نيكسون لما مسك منصبه الاقتصاد الأمريك كان متورط في ركود وركود زي ما أنتم عارفين يعني نشاط اقتصادي أقل وبطالة مرتفعة نيكسون بقى كان بيكره البطالة كره العامة وشايف إنها أخطر بالتير من التضخب رأيه علشان الاقتصاد الأمريكي يخرج من الركود لازم مجلس الاقتصاد الفيدرالي يخفض أسعار الفايدة علشان كده بمجرد ما دخل البيت الأبيض تحديداً في يناير 1970 نيكسون طير ويليام مارتن رئيس الفيدرالي وقتها وعين مكانه أرثر بينس اللي طلب منه بوضوح إنه يخفض أسعار الفايدة علشان عجلت الاقتصاد تدور وده بالفعل اللي حصل الفيدرالي خفض أسعار الفايدة ولكن ده كان له تأثير سلبي نيكسون ما أخدهوش في الحسبان أسعار الفايدة في أمريكا لما انخفضت رؤوس الأموال بدأت تخرج من أمريكا وتروح ناحية الأسواق الخارجية اللي معدلات الفايدة فيها أعلى تدفق رؤوس الأموال لخارج الولايات المتحدة زود العجز في حساب رأس المال وده غير إن الحكومة الأمريكية نفسها كانت عملت ضخ دولارات في الخارج بصورة مساعدات لحلفائها زي ما حصل مع الألمان واليابانيين في إطار خطة مرشال من الآخر كده الدولارات اللي كانت بتخرج من أمريكا كانت أكتر من الدولارات اللي بتضحوا دلوقتي بقى أنت عندك ثلاث حاجات بيحصلوا في نفس الوقت روس أموال بتخرج من البلد وفلوس بتتدفع في الواردات أكبر من الفلوس اللي بيكسبوها من الصادرات ومساعدات خارجية سخية لما تضرب التلاتة دول مع بعض في الخلاط تلاقي إن المحصلة هي إن بقى فيه دولارات كتير بر أمريكا موجودة في عيد البنوك المركزية الأجنبية بصورة احتياطيات الدولار فجأة بقى متنطور في كل حت الوضع ده حاصل النهاردة في 2023 ولكنه ما بيشكلش أي مشكلة بالنسبة لأمريكا أبدا لكن زمان وتحديداً في بداية السبعينات الوضع ده كان بيمثل كارثة وقنبيلة موقوتة ممكن تنفجر في أي وقت في وش الأمريكي وخلينا أشرح لك ليه في شهر يوليو سنة 1944 وفي إطار مؤتمر بيتو مودز اللي حضروا ممثلين عن 44 دولة الأمريكان اتفقوا مع الحضور الكرام على تأسيس نظام مالي عالمي جديد هيحكم العالم بداية من نهاية الحرب العالمية التانية النظام ده حيكون قايم بشكل أساسي على عمودين اتنين العمود الأول هو العملة الأمريكية اللي هي الدولة والعمود التاني هو الدهب واللي كانت أمريكا في الوقت ده بتمتلك أغلبي تحتياطيات العالم منه المهم من هنا تم الاتفاق على ما يعرف بالجولد ستاندرد أو قاعدة الدهب واللي كان لها شقين اتنين الشق الأول هو قابلية تحويل الدولار لدهب عند معدد ثابت قيمته 35 دولار لكل عقية والشق التاني بقى هو تثبيت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدولار بالشكل ده أمريكا خلت قاعدة الدهب ركيزة أساسية لاستقرار النظام المالي العالمي والنظام ده علشان يستمر بدون مشاكل لازم أمريكا من هنا ورايح يكون عندها كامل استعداد أنه لما أي بنك مركزي مع الدولارات يديها الدولارات يدي له دهب أصاده وفقاً للمعدل المتفق عليه الأمريكان في البداية ما كانش عندهم أي مشكلة خالص في القصة دي لأن في بداية الاتفاقية أمريكا كانت بيتسيطر لوحدها على تلتين احتياطيات العالم من الدهب وفي نفس الوقت الدولارات اللي كانت موجودة في إيد البنوك المركزية الأجنبية واللي ممكن يطلبوا تبدلها كانت أقل بكتير من الدهب اللي عند الأمريكا في سنة 1955 مثلاً أمريكا كان معها دهب قيمته 21.7 مليار دولار وفي نفس الوقت البنوك المركزية الأجنبية كان معها دولارات قيمتها 13.5 مليار دولار لو حسبنا وقية الدهب على 35 دولار زي مقاعدة الدهب بتقول يبقى كده الدهب اللي عند الأمريكان مغطي الدولارات اللي بره بنسبة 160% تقريباً من سوق حظ الأمريكان الوضع ده ما استمرش كتير العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي واللي كانت قيمته 7 مليار دولار سنة 1969 لما فضل يزيد سنة ورا سنة الدولار الأمريكي بقى في كل حت وبالتوازي مع ده احتياطيات أمريكا من الدهب قلت لأن الحكومات الأجنبية كانت شغالة تحويل بقالها سنين بتدي الأمريكان دولارات وبتاخد دهب نيكسون بقى لما مسك لقى نفسه قدام مصيبة احتياطيات أمريكا من الدهب في مايو سنة 1971 كانت بتعادل 10.2 مليار دولار وفي نفس اللحظة البنوك المركزية الأجنبية كان معها احتياطيات من الدولار قيمتها 40 مليار دولار يعني الدهب اللي كان مع الأمريكان بيغطي 25% بس تقريباً من الدولارات اللي موجودة في الخارج إنه لو حصل والناس اللي معاها الأربعين مليار دولار طالبوا بتغييرهم لدهب زي ما قاعدة الدهب بتاعت بيتون وودزي بتقول أمريكا من ناحية مش هتقدر تنفذ الطلب ده وبالتالي القاعدة اللي تبنى عليها النظام المالي العلامي الجديد هتنهار ومعاها النظام نفسه ومن ناحية تانية احتياطيات أمريكا من الدهب هتستنزف تماماً وبعد ما كانت أمريكا معاها تلتين احتياطيات العلم من الدهب هتبقى مالط علشان كده مسؤولين في إدارة نيكسون وعلى رأسهم وزير الخزانة جون كونالي كانوا شايفين إن قاعدة الدهب مستحيل تصمد لفترة طويلة وكان برأيهم إن لازم أمريكا هي لتبادر وتعلق القاعدة دي بمزاجها قبل ما تنهار لوحدها والأمور تخرج عن نطاق السيطرة خصوصاً وإن البنوك المركزية الأوروبية باع عندها شك في استقرار الدولار الأمريكي لأنها شايفة المؤشرات الاقتصادية المقلقة وده خلاها تبدأ تطلب إنها تغير حيازاتها من الدولار بدها في مارس سنة 1971 الفرنسيين طلبوا من الأمريكيين إنهم ياخدوا منهم 282 مليون دولار ويدوهم مصادهم دهب زي ما قاعدة الدهب بتقول سويسرا هي كمان طلب التغيير 75 مليون دولار والهولنديين قالوا هم كمان عاوزين نغير 55 مليون دولار وناخد بهم دهب وبالجيكا هي كمان طلب التبديل 80 مليون دولار الألمان واليابانيين هم كمان كان عندهم شكوك حوالين استقرار الدولار وصلابة قاعدة الدهب ولكنهم كانوا خايفين من غضب الأمريكان وفي نفس الوقت كانوا محرجين منه وده بسبب إن أمريكا ساعدتهم اقتصادياً بشكل كبير بعد الحرب العالمية التانية وفي نفس الوقت كانت متولية بشكل كبير الدفاع عنه في اللحظة دي الكل تقريباً كان عارف إن قاعدة الدهب إي قاعدة على الورق بس وأمريكا فعلياً ما تقدرش تلتزم بيها لكن كان كله ساكت ومتراقب ومستني يشوف إيه اللي حيحصل المهم أكتر واحد في أمريكا كان متطلع على مدى عمق وفداحة المشكلة اللي أمريكا وقع فيها كان هو بول فولكر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون النقدية فولكر بحكم منصبه كان هو المسؤول المباشر عن مراقبة الدهب والتبادلات النقدية الدولية لأمريكا وده يخليه أكتر واحد يقدر يقترح سماها التخطيط للطوارئ خيارات لمشكلة النقد الدولي ودي كانت خطة من 63 صفحة فولكر اقترح فيها حلول للأزمة النقدية اللي بتهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي خطة فولكر دي اتعدلت كتير جداً وخصوصاً في سنة 1971 وزير الخزانة كونالي عجبته وشاف إن دي هي الخطة اللي لازم أمريكا تنفزها وفي 2 أغسطس سنة 1971 كونالي راح البيت الأبيض علشان يقابل نيكسون هو شايل في إيده أحدث مسودة من الخطة اللي فولكر عملها الملف اللي كان مع كونالي كان مكون من ثلاثة أقساء A وB وC القسم A كان فيه خطة مزيفة غير حقيقية والقسم B كان فاضي وده كان مجرد احتياط أمني علشان لو محتوى الملف تسرب بأي شكل الخطة الحقيقية بقى كانت في القسم C الخطة كان لها شقية الشق الأول متعلق بالسياسات الاقتصادية الدخلية في أمريكا وكان من ضمنها إجراءات مقترحة زي تجميد الأجور والأسعار في الولايات المتحدة لمدة 90 يوم الشق الثاني بقى واللي يهمنا هنا متعلق بالسياسات الدولية وأول إجراء مقترح كان تعليق العمل بقعدة الده وسانياً تعويم الدولار قدام العملات التانية وسالساً بقى فرض ضريبة إضافية بنسبة بتتراوح ما بين 10 و 15% على جميع الواردات الأجنبية لحد ما يتم الانتهاء من التفاوض على الترتيبات النقدية الجديدة وترجمة العبارة الأخيرة دي ببساطة هي إن أمريكا هتستخدم التعريفات الجمهوركية كسلاح تهدد بي الدول الأجنبية علشان توافق على إجراءاتها الجديدة دي كانت أبرز بنوض الخطة المقترحة واللي لو تنفزت بالحرف هتغير شكل النظام المالي العالمي للأبد وحتعمل هزة كبيرة خصوصاً في اليابان والاقتصادات الغربية المندمجة في نظام بريتن وودز والمؤتمدة على ثبات الدولار قدام الدهر ده غير إنها ممكن تعرض الاقتصاد الأمريكي لخطر الانهيار لو حصلت أي ارتدادات غير متوقعة في السوق والمصيبة الأكبر هي لو محتوى الخطة دي اتسرب بأي شكل للصحافة وخصوصاً الجزء المتعلق بتعليق قعدة الدهر هتبقى كارسي السؤال بقى هل نيكسون مستعد ياخد المخاطرة الجبارة دي في مساء يوم 12 أغسطس سنة 1971 هاري هالدمان كبير موظف البيت الأبيض والنائب بتاعه لورانس هجبي تصلوا بأمر من نيكسون بـ 12 شخصية وطلبوا من الـ 12 شخصية دول إنه كل واحد فيهم يجيب معه شنطة فيها قدومه ويعمل حسابه إنه هيقعد خارج واشنطن كم يوم وممنوع منعاً باتاً تحت أي ظرف من الظروف إن حد فيهم يقول لأهله هو رايح فيه تاني يوم اللي هو الجمعة 13 أغسطس وفي تمام الساعة 22 دقيقة مساءً نيكسون خرج من مكتبه في البيت الأبيض ومشي ناحي تحديقة جنوبية علشان يركب المروحية الرئاسية مارين وان وبمجرد ما ركب الطيارة اتحركت ولكنه ما كانش لوحده الطيارة كانت زحمة جد كان راكب معاه وزير الخزانة جون كونالي ورئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي أرثر بيرنس ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاليين بول مكراكن ومدير مكتب الإدارة والميزانية جورد شولتس وكبير موظف البيت الأبيض هاري هلم وده غير اتنين طيارين ومهندس طيران واثنين ضباط من الخدمة السرية المكلفة بحمايته والمساعد العسكري اللي شايل في إيده الحقيبة النووية قبل ما نيكسون يتحرك بساعة واحدة كانت فيه مروحية تانية طلعت من قاعدة أندروس الجوية في ميرلان كان على متناها بول فولكر وكيل وزارة الخزانة للشؤون النقدية وكان معاه بيتر بيترسون مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية الدولية وهيربتشتاين العضو الرئيسي في مجلس المستشارين الاقتصاديين وويليام سافاير كاتب الخطابات في البيت العبيض وجون إيرلشمان مدير مجلس السياسة الداخلية للولايات المتحدة وفي ناس تانية راحت بالسيارات في النهاية كان عندنا 15 شخصية بما في ذلك نيكسون نفس وجزء كبير من 15 شخصية دول ما كانش يعرف هو نيكسون عاوز منه إيه لكنهم كانوا فاهمين إن فيه حاجة مهمة جد المهم الـ 15 دول راحوا منتجع كامب ديفيد رئاسي الموجود في وسط الغابات علشان يتناقشوا بمنتهى السرية في تفاصيل الخطة اللي اقتراحها فولكر ويتفقوا على صيغة نهائية نيكسون ينفزها طيارة نيكسون وصلت كامب ديفيد ساعة 3 مساء وبعدها بربق ساعة بدأ أول اجتماع فولكر طبعاً بصفة العقل المدبر للخطة هو اللي بدأ الاجتماع وشرح للناس اللي حضره الموقف السيء اللي الولايات المتحدة وقع فيه بالأرقام فولكر هو بيشرح حكى لهم قصة مخيفة جداً حصلت في اليوم السابق اللي هو اليوم اللي قبل ما يتجمعوا فيه في كامب ديفيد قالوهم يا جماعة أنا وزير الخزانة كونالي فجئنا مبارح بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويور اللي هو أحد فروع الفيدرالي المختصة بالتعاملات الدولية بيتصلوا بينا وبيقولوا الحقوا بريطانيا العظمة طلبت مننا حالاً كفر أو غطاء لتلاتة مليار دولار من احتياطياتها من الدولار البريطانيين ما وضحوش قوي يقصدوا إيه بكلمة غطاء لكن الكلمة دي في النهاية لها معنى من اتنين يا إما المقصود بيها هي إن بريطانيا عاوزة تبدل التلاتة مليار دولار اللي معاها بدها بحالها يا إما يقصدوا إن أمريكا تضمن لبريطانيا قيمة المبلغ ده بمعنى إن لو الدولار قيمته انخفضت لأي سبب أمريكا تتعهد لبريطانيا بإنها هتدفع الفرق يعني لو افترضنا مثلاً إن الدولار بكرة الصبح قيمته انخفضت 10% في الحالة دي التلاتة مليار دولار اللي مع البريطانيين قيمتهم هتخسر 300 مليون دولار الضمان بقى معناه إن أمريكا في الحالة دي تد البريطانيين 300 مليون دولار عشان تعود خسرتهم اتضح بعدين إن فولكر فيهم غلط وإن ده ما كانش طلب البريطانيين ولكن القصة دي لما اتحكت الناس اللي قاعدة سيخنت وأدراكت مدى فدحت الورطة لأمريكا فيها وفي النهاية وبعد خلافات كبيرة وشد وجذب خصوصاً بالرئيس الفيدرالي من ناحية ووزير الخزانة من ناحية تانية الكل اتفق وبعد ما اتفقوا الأمريكان اتصلوا بحلفائهم في أوروبا واليابان وبلغوهم بالقرارات اللي نيكسون هيعلنها بلغوهم قبل الخطاب عشان هيبقى شكلها وحش جداً لو عارفوا من التلفزيون ومن ناحية تانية بلغوهم قبل الخطاب بفترة قصيرة جداً بحيث ما يلحقوش يعملوا أي رد فاعل وفي مساء يوم 15 أغسطس سنة 1971 نيكسون طلع على التلفزيون يقول للشعب الأمريكي خطابه التاريخي نيكسون بعد ما قال مساء الخير واتكلم عن السياسات الداخلية ووصل للفقرة الأهم في خطابه واللي قال فيها لقد وجهت وزير الخزانة كونالي بإنه يعلق إمكانية تحويل الدولار لدهب أو أي أصول احتياطية أخرى باستثناء المبالغ والأموال التي يقرر أنها في مصلحة الاستقرار النقدي وفي مصلحة الولايات المتحدة وبعدين كمل وقال إنني أفرض اليوم ضريبة إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة للولايات المتحدة دي كانت أبرز النقاط اللي ذكرها نيكسون في خطابه واللي شافوا ساعتها على التلفزيون أكتر من 46 مليون أمريكي يعني ربع الشعب الأمريكي تقريباً وقتها على عكس المتوقع الشعب الأمريكي فرح بالخطاب جد والصحافة الأمريكية احتفت بنيكسون وشافت إنه بيجيب حق أمريكا اللي اتظلمت كتير بسبب وضعها في الاقتصاد العالمي وتاني يوم على طول اللي هو 16 أغسطس البورصة الأمريكية قافزت 32 نقطة أو 3% وده كان أكبر مكسب يومي في تاريخ البورصة سعادة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اللي كانت طول الوقت بتنتقل نيكسون قالت في افتتاحيتها يوم 16 أغسطس إحنا بنحي بلا تردد الجرأة اللي الرئيس تحرك بيها على جميع الجبهات الاقتصادية على الناحية التانية بقى خارج أمريكا الدنيا كانت خربانة حلفاء أمريكا وشركاء التجاريين كانوا متضايقين جداً من أن نيكسون خدهم على إخوانها وعلق قاعدة الدهب اللي هي أساس استقرار عملتهم الوطنية بدون ما يرجع لهم أو نقش ومن هنا ظهر مصطلح نيكسون تشوك أو صدمة نيكسون الخطاب بتاع نيكسون كان الساعة 9 مساءً يوم 15 أغسطس في أمريكا وده كان بيوافق عشرة من صباح يوم 16 أغسطس في اليابان رئيس الوزراء الياباني ساعتها لساكو ساتو عارف بقرارات نيكسون قبل ما الرئيس الأمريكي يعلن عنها بعشر دقايق بس واللي بلغوا بالخبر كان وزير الخارجية الأمريكية وقتها ويليام روجرس في اتصال هاتف ساتو تصدم خصوصاً وإن الأمريكان مدهوش فرصة إنه يلحق يعمل أي حاج لكن اليابانيين أول ما عارفوا اللي عملوا نيكسون استدعوا فوراً كل المسؤولين اللي كانوا في أجازة علشان يعرفوا هيهببوا إيه في المصيبة دي خصوصاً وإن السوق كان خايف جد في أول أسبوع بس البورصة اليابانية كسرت 20% من قيمتها وبقى في ضغط كبير على اليين اليين عمالي ارتفع قصاد الدولار اللي بقى فجأة الكل خايف منه وارتفاع اليين كان مصيبة بالنسبة للحكومة لأن ده هيأثر على جاذبية الصادرات اليابانية في الخارج اليين كان مربوط بالدولار عند مستوى ثابت قيمته 360 يين لكل دولار بعد قرارات نيكسون اليين ارتفع قدام الدولار المركز الياباني علشان يعادل التأثير ده ويخفض قيمة اليين تاني بدأ يشتري دولار ويبيع يين في خلال أسبوعين اليابانيين اشتروا من السوق حوالي 4 مليار دولار واحتياطياتهم من الدولار ارتفعت من 8 مليار دولار لـ 12 مليار دولار وفي الآخر غلب حمرهم وسابوا اليين يعوم قدام الدولار بعد ما حسوا إن مهما اشتروا دولار مش هيعرفوا يرفعوا سعره قدام اليين وده لأن العالم كله كان بيبيع الدولار في أوروبا الغربية بقى أسواق الأسهم نهارت هي كمان أول ما فتحت بعد خطاب ناكسون والعملات بتاعتهم ارتفعت بشدة قدام الدولار وعلشان يحاولوا يسيطروا على الارتفاعات دي البنوك المركزية في أوروبا الغربية قفلت أسواق الصرف الأجنبي لمدة أسبوعين ما صاره هيامي اللي بقى بعد كده محافظ بنك اليابان بيحكي إن الأوروبيين قفلوا أسواق الصرف الأجنبي بتاعتهم على أمل إن أمريكا ترجع في قرارها وساعتها يفتحوها تاني ولما الأمريكان فضلوا سابتين على موقفهم الأوروبيين غلب حمرهم هما كمان وبدأوا يفتحوا أسواق الفوركس بتاعتهم تاني بداية من نهاية أغسطس سنة 1971 وفي النهاية معظم الدول الأوروبية باستثناء فرنسا وبلجيكا وإيطاليا عملوا زي اليابانيين وسابوا هما كمان عملاتهم تعوم قدام الدولار طب فرنسا وبلجيكا وإيطاليا عملوا إيه؟ هقول لك التالت دول دول أثناء محاولتهم السيطرة على أسعار الصرف بتاعتهم بعد صدمة نيكسون عملوا two-tier system والنظام ده فكرته ببساطة إن فيه سعرين صرف في البلد للعملة المحلية صد الدولار يعني على سبيل المثال في فرنسا كان فيها سعرين مختلفين لصرف الدولار سعر الصرف الأول كان موجه للمصدرين والمستوردين وغيرهم الرجال الأعمال في فرنسا دول هياخدوا الدولار من البنك المركز الفرنسي بـ 5.6 فرانك أما بقى السياح والمستثمرين والمضاربين وعامة الشعب فدول لو عاوزين دولار هياخدوا بناء على سعر صرف حر بيتحدد على أساس العرض والطلب النظام ده تتبعوه لحد سنة 1974 وبعدها كله مشي في سكة التعويم الكامل ومن هنا بقى أصبحت سياسة التعويم الكامل أو هي السياسة الرئيسية اللي بتحكم أسعار الصرف في كل الدول المتقدمة تقريبا السياسة دي غيرت شكل الاقتصاد العالمي تماما لحد هنا أنا خلصت كلامي كالعادة عندي سؤال لحضراتكم الدولار الأمريكي هو العملة المسيطرة على العالم من ساعة نهاية الحرب العالمية التانية السؤال بقى لو في عملة واحدة قادرة تهدد مكانة الدولار في السنين الجاية هل العملة دي هتكون اليورو الأوروبي ولا اليوان الصيني؟ هتابع إجاباتكم كلها في التعليقات في النهاية ريت لأعجبتكم الحلقة دي وحبين تشوفونا تاني شتركوا في القناة واستنونا في حلقات جديدة بإذن الله سلام